في منتخب مصر في منتخب مصر لعبة منتخب مصر اللي موجودين للوقتي هيبقوا عارفين كويسة قوي اللي بيدربهم أسطورة مش شخص عادي مش لعب عادي اللي جيه في تاريخ منتخب مصر ده حسام حسن حسام حسن حسام حسن عشان شوية الناس أو بعض الناس ولاهم كل اللي احترام بالمناسبة ولاهم وجاهت وجاهة في فقراءهم يعني اللي قالوا ليه حسام حسن كثير من الناس قبل 98 قبل كاس الأمم أفريقية 98 كثير بقى من الناس مش كله من الناس كثير من الناس هجمه جدا الكابتن محمود الجهري على ضم حسام حسن لقائمة المنتخب وكانوا شايفينه في 98 انه هو لاعب مشتطب زي ما بيقول كده من كم سنة لما كانوا بيقولوا على كريستان النظر فالراجل كابتن محمود الجهري رحمة الله عليه هذا المدرب العظيم قرر انه ياخد حسام حسن وحسام حسن رغم كل الضغوط دي ورغم كل الانتقادات دي وبينكم سين رغم كل الظلم ده لا راح بقى اشتكى ولا بكى ولا تلع في الاعلام قالك ايه الظلم ده وانا حسن واحد في الدنيا والباقي كل واحد شوالا كلام ده كله راجل راح كاس الأمم الأفريقية تلع على بركينا فاسو ويسجل سبع أهداف وبقى أهداف هذه البطولة مع مكرسي وقتها لعب جنوب أفريقيا بأداء مزهل مزهل لمنتقى مصدرية حسام حسن اللي كان بيجيب الأهداف بس على ما اتذكر البطولة دي اللي جابه غير حسام كان طريق مصطفى واحمد حسن وياسر رضوان بس وبقى الأهداف كلها في البطولة كانت حسام حسن وحسن إمام على ما أتذكر كمان فأنت بتتكلم لا بس حسن إمام الكرة اللي هي بتاعت حسام وحسن حسن وحسن دي حسن هو اللي جابه في الآخر فأنت بتتكلم في حسن وياسر رضوان وطريق مصطفى واحمد حسن في حسن حسن يعني كان بسجل سبع أهداف والبقى وتعالت أهداف تانين لعبين آخرين مهم راجل راح وتقلق كبر شوية واللي عامنا كسر الأمر الأفريقية 2006 هنا في مصر وبرضو سجل هدف تاريخي في مرمى الكرغ حسن حسن كان قائد رائع لمنتخب مصر كان قائد عظيم لمنتخب مصر حسن حسن ما بيحبش يخسر كل الناس القريبة من حسن حسن تقلق ومش من القريبين كمان كل الناس تعرف إن حسن حسن ما بيحبش يخسر مش محتاجة معلومة دي يعني كان مرة بسمع بعض زملائه يعني في اللقاءات تلفزيونية بيتكلموا عن فكرة إنه حسن حتى هو بيلعب طاولة ما يحبش يخسر وبيتنرفز وبيتعصف جدا فالروح التنافسية دي محتاجينها دلوقتي مهمة دلوقتي بس حسن حسن ومعه إبراهيم حسن عليهم دور كبير جدا جدا عشان نسقف لهم ونشجعهم قبل حتى ما يبدأ أول مبرامة عن منتخب مصر إنه يجمعوا إنهم يلموا يلموا لعيب منتخب مصر يجمعوهم تاني في روح واحدة وحماس واحد يلموا جماهير المصرية حوالين المنتخب